النهاردة هنتكلم على الگريتنجز بالانجليزي بس بالاسبانيول اسمها سالودوس انا سينيوريتا هيوة والله شعي انا ودرسة اللغة الاسبانية في نفهم بايتايروس يعني اول حد اشوفه عايز اتكلم بقى معه بالاسبانيول اقوله ازايك اخبارك ايه هقولها ازاي بالاسبانيول عندنا اول سالودو اولا اولا اذا هتكلم على بقى حسب الوقت اللي انا بتكلم فيه في يومي سواء الصبح او سواء وسط اليوم او اخر اليوم اول حاجة اذا صباح الخير بقولها بوينوس ديس طب اذا هتكلم في نص اليوم بوينوس تاردس طب اذا هتكلم في اخر اليوم واخر اليوم ده هقول لكم على نقطة مهمة جدا لان احنا بنستخدمه بصفتين او باستخدامين بمعنى اصح اول استخدام اللي انا اذا في اخر اليوم بتكلم فيه بقي حصل فيه تواصل مع حد باللغة الاسبانية بقول بوينوس نوتشيس بوينوس نوتشيس كمان نفس الجرينتيج دي او نفس السالودو دي انا باستخدمها كما لو كانت تصبح على خير دي بالنسبة لبداية التواصل مع حد طب انا عايزة خلاص انا اتكلمت عايزة انهي حواري مع حد هقول اول حاجة بنستخدمها اديوس مع السلامة بعد كده في عندي اكتر من حاجة هل انا الشخص اللي انا بتواصل معاه دلوقتي انا دلوقتي هعود معاه وبعدين رجع اتكلم معاه تاني ولا انا خلاص انا نهية الحوار معاه ونهية اجتماعي معاه فهنتواصل في يوم تاني في اسبوع تاني في شهر تاني طيب خلينا نبدأ في الاول اذا انا الشخص ده مش هشوفه الا تاني يوم هقول واذا هنسمحها من حد نيتف بيبقى لان الخيه ان اسبانيول بتتحول لغين عربي فبالتالي بتبقى بالشكل ده طب اذا حد انا دلوقتي بتكلم معاه لكن هتواصل معاه او هرجع اتكلم معاه تاني سواء مكالمة او سواء اجتماعي بعد ساعة بعد نص ساعة او ممكن اقل في الحالة دي انا بستخدم اللي هو في كمان حاجة انا بقدر لانا انهي بيها كلامي اذا انا حد اول مرة بشوفه وحصل تواصل كويس بيني وبينه او تواصل مش حلوة قوي ما سبش انطباع كويس وبالتالي انا ما عنديش اي وسائل لانا اقدر لانا اشوف الشخص ده تاني فبقول ومهم جدا كلمة بيستا هي بتنطأ او اول حرف فيها هي فقوبي عندنا ما عنديش حاجة اسمها في احنا عندنا حاجة اسمها وبا فدي نفس الصود بتاع با فاحنا بننطأها كما لو كانت با فبتبقى استا لابيستا لو حابب تتعلم اكتر عن اللغة الاسبانية ابعت لنا رسالة على الفيسبوك او زور موقعنا على